قالوا بقى نشوف الاندية اللي طلع سنة اولى دوري ممتاز او اللي عادت مرة تانية للدوري ممتاز بعد غياب تاني يوم يوم الثلاثاء في هذا الاسبوع كانت مباراة زد سنة اولى دوري ممتاز امام النادي الاسماعيلي مجدى عبدالعاطي قدام كابتن اهاب جلال كابتن اهاب جلال كلنا عارفين اسم كبير درب منتخب مصر درب العديد من الاندية ولو بصمت كبيرة جدا مجدى عبدالعاطي واحد من المدربين الشبان اللي اتراهن عليه في اي مكان يكون موجود فيه في القسم الثاني يصعد للدوري الممتاز بالاندية اللي بيكون موجود معها ايضا لما بياخد فرصته في الدوري الممتاز وانا قلت قبل كده لو كمل مع فارقه لما صعد بفارقه ومن قبله اسوان كان حيفرق كتير جدا لكن ادارة نادي زد بحييها على انها ادت الثقة الكاملة لمجدى عبدالعاطي اللي ما كذبش خبره في اول مباراة على طول الاسماعيلي وشوت اول لم يأتي فيه الاسماعيلي الى ملعب المباراة شوت تاني الصفاق النادي الاسماعيلي اهضر ركلة جزاعد رحمان مجدي لكن هي كرة القدم تعطي لمن يعطيها جرس انذار للنادي الاسماعيلي وحقول لحضراتكم حاجة سويرة جدا واحنا شغالين الاسماعيلي كابتن ايهاب جلال محتاج بعد المباراة قاعد مع المهندس ناصر خمس صفاقات وفك القيد عن الحضر القيد المحتوطة على النادي الاسماعيلي وإلا مش حلاقي كابتن ايهاب جلال قدي معلومة حططها وما أكثر المعلومات اللي بقولها الكوهنا وبتتحقق بعد كده كابتن ايهاب جلال إذا لم تقم إدارة نادي الاسماعيلي بإيجاد حل لرفع القيد المحتوطة على قيد الفريق وإمداد الفريق بخمس صفاقات جديدة خلال شهر يناير كابتن ايهاب جلال مش هكون موجود في الاسماعيلي أنا أتمنى لاستقرار لقلعة الدرويش لأنه واحد من درويش الاسماعيلي اللي دايما بتغنى بيها وبقول دايما أنا بحب كورة النادي الاسماعيلي النادي الأهلي مع المصري فتع للرابع الأهلي راجع من بطولة السوبر اللي أنا هنا قلت سهل أول أهلي حقق بطولة السوبر الإفريقية على اتحاد العاصمة لأن أنا شفت اتحاد العاصمة في مباراة في أرض الملعب في ليبيا أمام الأخضر الليبي وقلت لا في متناول الأهلي لكن زي ما بقول لحضراتكم وحطوا ما بين قسين دايما كرة القدم تعطي من يعطيها تستعلى كل سنة طيب تضيع فالأهلي راجع مباراة المصري كولر لا والنجوم اللي قاله بقى بعد اتحاد العاصمة الأهلي مضخم بالنجوم وما فيش توظيف لا كل واحد عاوز يقدم نفسه بالشكل اللي ذي يليك شفنا برستاو شفنا عشور شفنا طبعا ردة سليم اللي حيبقى حاجة تانية وديست لس خارج النطاق ما قدمش ورقه لكن الأهلي متعنا متعنا بقرة قدم حقيقية أمام النادي المصري ولما اكتب فيه بهدف أو باثنين أو بثلاثة فتح على الرابع وأربعة أهداف وعلي ماهر للأسف الشديد كان مغلول الأيدي علي ماهر واحد من المدربين يعني أنا دايما أحب الشغل علي ماهر كانت العالي واحد من المدربين الكويسين جدا لكن الأهلي لا 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 الأهلي رجعنا رجعنا رجعنا